حالة من الترقب بتعيشها إيران مع دخول المنافسة ما بين المحافظين والإصلاحيين على تولي رئاسة البلاد وصلنا للمرحلة الأخيرة من اختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وفقاً للدستور الإيراني من حق كل الإيرانيين البلغين من العمر 18 سنة فيما فوق التصويت معنا كده أن أكتر من 61 مليون من سكان إيران لهم الحق أنهم يضلوا بصوتهم في 60 ألف مركز انتخابي فعملية انتخابية بيشرف عليها مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية الإيرانية دلوقتي بيتم فرز جميع الأصوات يدوياً داخل مراكز الاقتراع وعشان كده مش هيتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل يومين على الأقل بشكل رسمي وفي حالة عدم حصول أي مرشح على 50% زائد واحد من أصوات الناخبين هيتم إجراء جولة تانية بين المرشحين واللي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في 5 يوليو اللي جاي مع إعلان النتيجة رسمية للانتخابات حيؤدي الرئيس المنتخب الإيراني اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان الإيراني وحتستمر فترة ولايته لمدة أربع سنوات بتقتصر طبعاً اختصاصات الرئيس الإيراني على تنفيذ الدستور وممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات اللي بيختص بيها المرشد الإيراني ده غير إن رئيس الجمهورية بيختار أعضاء حكومته بعد ما أصبح مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأداء الحكومي بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران سنة 1989 المنتخب الإيراني